وسط حديث دائر عن إمكانية إطلاق جميع الأسرى لدى الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي تنطلق حملة إلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير محمد قحطان أحد أبرز المختطفين السياسيين لدى الحوثيين منذ خمس سنوات التفاهمات حول إطلاق الأسرى لم تتعد كونها حديثا سياسيا لدى ميليشيا تؤمن أن الوقت عامل مهم لكسب أي معارك سياسية أما المعتقلون فما زالوا في السجون وإذا كان الوقت عاملا مهما لدى الميليشيا لكسب معاركها فإنه ليس كذلك لدى المعتقلين قاعدة إطلاق الكل مقابل الكل هي ما تتحدث عنه الحكومة الشرعية حيث دعى وزير الإعلام عمر الإرياني إلى تبادل شامل للأسرى والمختطفين بين الطرفين تنفيذا لاتفاق السويد وتحسبا لانتشار فيروس كورونا الإرياني أكد استعداد الحكومة للتنفيذ الفوري لتفاهمات الأردن الأخيرة والتي تشمل إطلاق قائمة مشتركة من 1100 شخص من أصل 1420 شخصا وعقد اجتماع لمعالجة وضع بقية الأسرى وفقا لاتفاق السويد تهم توجهها الحكومة للحوثيين بالمراوغة وتعطيل الاتفاقات التي رعتها الأمم المتحدة رغم الأوضاع الاستثنائية التي يفرضها انتشار الفيروس وكان من المفترض أن يشهد هذا الملف أولى خطواته العملية بعد تأكيد رئيس اللجنة الثورية للحوثيين محمد الحوثي استعدادهم للبدء بعملية تبادل أسرى مع الحكومة والتحالف تفاديا لانتشار كورونا هذا التصريح لم يعيش طويلا فقد عقب رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الحوثيين عبدالقادر المرتضى بأنهم سيرغمون التحالف على إطلاق أسرهم وقال إنهم يملكون أوراق عدة للضغط عليه أمام هذا الجدل ينتظر المعتقلون في السجون إمكانية أن تتحول آمالهم إلى واقع وأن يجدوا أنفسهم قريبا خارج الجدران